بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحابة أجمعين أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين ومشاهدات التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الفرور المحروسة التي نقدمها للمستويات ابتدائية الحصة إن شاء الله سنصح النموذج لفرض مرحلة الرابعة مادة تربية إسلامية مستوى الرابع ابتدائي هذا الفرض كنت نحيته في مناسبة سابقة وتوصلت مجموعة المتتبعين والتلاميذ يطالبوني بالتصحيح الحصة إن شاء الله سنصحه ولكن ما غاديش نكتب فيه ما غاديش نكتب يعني غير شفاويا عندي هنا الوضعية بينما كان أحمد يلعب قرب المسجد مع أصدقائه نادى المؤذين لصلاة الجمعة فدخل إلى المسجد وترك أصدقائه يلعبون أثناء خطبة الإمام التي تناول فيها قصة إسلام خديجة ومناصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة تذكر أحمد طرفة فضحك بأعلى صوته أعلى هنا يقصى الأليف مقصورة بأعلى صوته مما أزعج المصلين وعندما قام المصلون لأداء الصلاة كان صوت أصدقائه مسموعا يشوش على المصلين هذه هي كانت الوضعية لأن لكم تكونوا قرأتوها وفهمتوها إذن أول سؤال أكتب أسفل كل آية قرآنية اسم الصورة التي أخذت منها كل آية سنكتب تحت منها الصورة التي أخذت منها هنا كما تعرفون هنا رجل الصور صورة الجمعة ثم صورة البيين كل ما عند الله خير من اللهوي ومن التجارة هنا هذه الصورة الجمعة ستكتبون تقوم ستكتب صورة نحاول نكتبها بينها ستكتب هنا صورة صورة الجمعة صورة الجمعة إذن نديرها هنا يبدو الأسود وهي بينها نحاول ما أمكن نكبرها إذن كما كتلاحظ هنا رأى هذه هي صورة الجمعة إذن هذه صورة الجمعة كما كتلاحظ سنجيب هنا فيها كتب قيمة هذه رأى هي صورة كذلك نجيب هنا نكتب صورة البيين صورة البيين لأن هنا صورة البيين كما كتلاحظ وهي يكتب هنا صورة البيين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم هذه رأى صورة نجيب هنا ونكتب هنا رأى صورة الجمعة صورة الجمعة نعم صورة الجمعة لأن هنا كذلك لصورة الجمعة سنجيب هنا جزاءهم عند ربهم جنات واحد هذي رأى صورة هنجي لنا ونكتب صورة البيينة صورة البيينة نعم صورة البيينة إذن هنا كنكون جوبت هنا يعني السؤال الأول هذي صورة هذي صورة الجمعة البيينة الجمعة ثم البيينة السؤال الموادي السؤال التالي يلون بنفس اللون كلمة ومعناها أنا كل كلمة غلونها بنفس اللون بمعنى هنا عندي البرية هنا عندي البيينة ثم يزكيهم ثم الشرح ديال الكلمات يطهرهم الخلائق الحجة الواضحة بمثل يزكيهم أي يطهرهم نجيل هنا نختار مثلا شي شي لون مغاير ولا ونحط مثلا كل شرح ديال الكلمة مثلا هنا عندي يزكيهم ها هي نحطها مثلا بالأصفر ولونها باللون الأصفر ثم يزكيهم أي يطهرهم هذه هي الشرح ديال يزكيهم أي يطهرهم ونجيل هنا مثلا ناخد لون مغاير ناخد مثلا هذا اللون هذا ونجيل هنا البيناة هي الحجة هي البيناة هي الحجة الواضحة البيناة وهي الحجة الواضحة كذلك ونجيل قتلي البرية وهي البرية ناخد مثلا هذا اللون هذا البرية وهي الخلائق هذا اللون البرية وهي الخلائق هذا هو الجواب الثاني ثم سنجيل السؤال الموالي أتمم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ثم صلاة لأنك نتحد على الحديث الشريف دير الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة نكتب هنا نكتب نجيل هنا ندير صلاة الجماعة تفضل أي أفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة نجيل هنا نكبر لكي تبلي مزيان ما هي تفضل تفضل صلاة الفذ سنجيل هنا ندير كذلك صلاة الفذ الفذ بسبعين وعشرين درجة سبعين وعشرين درجة نجيل نكتبها من وراء صلاة مباشرة نكتبها من وراء هذه هنا يلاقل تفضل وهنا صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة لأنه لدى الحديث الشريف رابعا أتمم الآية التي ألزمت أحمد بترك اللعيب وتلبية نداء المؤذين ما هي الآية هذه صورة تجمعي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة عجل نكتبها إذا نودي للصلاة نقشش إذا أيها الذين آآ آآ إذا شمع عندنا أيها والذين آمنوا نكتب هنا إذا إذا نودي للصلاة هنكتب ها قدام الآية اللي هي إذا نودي للصلاة مي يومي الجد نكتب الجمعات عفوان هنا نكتب هنا كلمة الجمعات الجمعات أنتم ما تكتب هنا الجمعات فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وضروا البي فسعوا نجي هنا فسعوا إلى ذكر الله وذروا البي فسعوا إلى ذكر الله وذروا البي إذن هذه الآية التي ألزمت أحمد وسرك الذعيب وتلبية نداء المؤ Keith ماذا يجب على أصدقاء أحمد أن Nie فعلوا بعد سماع الأدن إذن أصدقاء أحمد ماذا يجب عليهم أن يفعلوا بعد سماع الأدن لن ماذا نقول يجب عليهم يجب عليهم تلبية نداء المؤذنين في الذهاب إلى المسجد قصد قصد أداء الصلاة ثم السؤال خامسا ضع علامة أمام الجواب الخاطئ لدينا هنا القرآن أنزل على محمد صحيح لدينا الإنجيل هنا أنزل على إيسا صحيح الزبر أنزل على موسى خطأ ذبحت الزبر لم ينزل على موسى، فإنما أنزل على صحيح ذلك سأخرج عدث التزغان سأخرج عدث عامة ندير العامة ندرها باللون ندرها بلون السود ئنcro سأخبر، سدر عمانة ندير العامة تحدث عن دور الذي لعبته خديجة رضي الله عنه في بداية الدعوة إذن خديجة نعم لعبت دورا كبيرا في مساندة الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة وخاصة عندما نزل عليه الوحي إذن لعبت نعم دورا هاما في مساندة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام وخاصة عندما نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي نعم نزل عليه الوحي إذن كذلك نعم هي ساندته وطمأنته إذن نقول هنا لعبت دورا هاما في مساندة الرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة عندما نزل عليه الوحي وسابعا ما رأيك في سلوك أحمد أثناء خطبة الإمام إنها يا أحمد قام أحمد قام أحمد بسلوك هذا السلوك بسلوك ذميم لماذا؟ لأنه بدأ يشوش على المصلين قام أحمد بسلوك ذميم لأنه 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 يشوش على المصلين المصلين داخل المسجد داخل المسجد إذن ثم لدينا ما هي النصيحة التي ستقدمها لأصدقاء أحمد عندما يشوشون على المصلين بسياحهم وأصواتهم المرتفعة إذن لا يجب على أصدقاء أحمد أن يشوشوا على المصلين حتى ولو أنهم يوجدون خارج المسجد وأنهم خارج المسجد لا يجب عليهم أن يشوشوا على المصلين داخل المسجد ويجب عليهم الذهاب إلى المسجد قصداء أداء الصلاة ثم أذكر كيف تعتني مع أصدقائي في مسجدي حيكم كيف ممكن أن تعتني بالمسجد حيي لكم ممكن أنكم تساهموا مثلا في الحاملة نظافة كذلك نظافة المحيط المحيطken خارج المسجد في باب المسجد كذلك في ترتيب كما تكون الأحديةAllah في الباب theilie تجد ممكن أن تخصوا لها مثلا واحد الأماكن مثلا رفوف من الخشب إلى آخره وخاصة النظافة إذن هذا كان هو تصحيح لها النموذج نتمنى يكون فادكم موعدنا في حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته